السلام عليكم معكم دكتور أمير مراد استشارة جراحة تجميل وترميم هنتكلم اليوم عن بمناسبة شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي هنتكلم عن أورام الثدي طرق علاجها طرق الوقاية منها وأيضا طرق الترميم بما أنه جراحين تجميل فبالنسبة لنسبة انتشار هذا المرض هو أكثر الأمراض انتشارا من السرطانات وحوالي مليون حالة سنويا ونسبة وفيات فيها جدا عالية أكثر من 400 إلى 500 حالة الفكرة من التوعية هو أنه هذا المرض إذا اكتشف مبكرا يمكن علاجه وسيطرة عليه قبل ما يتطور الطرق الفحص المتوفرة لتجنب هذا الموضوع هي الفحص الدوري الأنثى بتعمل فحص دوري لنفسها وكمان الفحص عند الطبيب أو الطبيبة المعالجة وأيضا بالأشعات اللي هي الماموغرام الأشعة الثدي اللي بنعملها سنويا بعد عمر مايين فهذه الأشياء إذا لقنا فيها لا سمح الله ورم بنتابع مع المرضى عند جراحين الثدي أو أطباء الثدي اللي بتعاملوا مع السرطان الثدي ويقوموا بعلاجها بطرق العلاجية الموجودة إما بالجراحة أو بالأشعة أو بالكيماوي بالنسبة للجراحة فيه استقصال بسيط اللي هو اللمبكتومي أو مستكتومي استقصال الثدي كله وكمان فيه استقصال للوقاية فهذه الطرق اللي موجودة للعلاج بس طبعا لازم أول شيء تأكد منه هذا هو ورم خبيل الطرق الترميم اللي موجودة إما من جسم الإنسان بناخد عضلات وأنسجة من البطن لتعبئة مكان الثدي اللي ينزال أو عضلة من الظهر هذه بتستخدم مع ممدد أو حشوة تحت العضلة عشان نطعطي الشكل الثدي ونحاول نقرب الثديين من بعض بالشكل والطريقة الثالثة هي استخدام ممدد الجلد بعد الاستقصال بحوالي فترة 6 شهور ممكن نستخدم ممدد جلد وبعد فترة بعد ما تمدد الجلد نشيل الممدد ونحط حشوة دائمة تستمر معها فهذا باختصار الكلام حنتكلم عن هذا الموضوع خلال الشهر التوعية إن شاء الله حنتكلم عن عمليات الترميم ممكن توسع فيها شوية وكمان عمليات تجميل الثدي بس شكرا لمتابعتكم وشكرا لستضافتي